أمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله أما بعد من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامدتي وقراء صحيحي وشراحي في الدارين آمين الباب الثالث من الكتاب الرابع والثلاثين كتاب الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها الإمارة من الدنيا الإمارة أمر من الدنيا ونحن منهيين أن نطلب الدنيا للدنيا فالإمارة من جملة الدنيا فهي تسير مع مرادات الشارع من المكلف فالشارع يطلب من المكلف أن لا يطلب إلا الله سبحانه وتعالى وبالتالي فالإمارة من الدنيا فلما أمرنا أن لا نطلب الدنيا للدنيا فلا نطلب الإمارة للإمارة لأن من طلب الدنيا وكل إليها ومن طلب الله أعانه الله فلا تحرص على شيء إلا على رضا مولاك وبالتالي طلب الإمارة والحرص عليها يناقل مراد الشارع من المكلف بيسندنا المتصل عن مشايخنا جزام الله عن خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث التاسع عشر بعد الثمانمائة والأربعة آلاف قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازن قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة الحسن هنا لو مين؟ البصل الحسن هنا لو الحسن البصل بحسن تبتكت سيدنا الحسن أخو سيدنا الحسين أبناء سيدنا علي ابناء بيتقلنه في نفس الطبقة أحيانا يأتي في نفس الطبقة لكن الحسن إذا أطلق في إيه في الطبقة التابعين أو الرواع عن الصحابة إذا أطلق الحسن يقصد من إيه يقصد الحسن البصل قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أغطيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أغطيتها عن غير مسألة أعنت عليها يعني ما قسمه الله لك دون أن تطلبه اعلم أن فيه الإعانة أما ما حرصت أنت عليه فاعلم أن فيه شهوة نفسك فلا تطلب شيء شهوة نفسك بل ما فتحه الله عليك فبها ونعمك وما أغلق الله عنك فأحمد الله عليه ولذا كانت من ضمن دعوات الدعوات الصالحة أنا لا أذكر عليها دعوة سيدنا علي بن أبي طالب أم دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكر هي بين هذين الله عنه قالها النبي أم دعوة من دعوة سيدنا علي بن أبي طالب يقول اللهم ما يسرته لي مما تحب فاجعل وعونا لي فيما تحب وما زويته عني مما تحب فاجعل وعونا لي فيما تحب فدي من الدعوات الجميلة اللهم ما يسرته لي مما تحب فاجعل وعونا لي فيما تحب وما زويته عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب يبقى لا تسأل الشيء وتحرص عليه ولكن ما قسمه الله لك هو أفضل شيء لك إذا قناعت بما قسم الله لك تكون أغنى الناس فلا تسأل الإمارة ولكن إذا جاءتك فاستعن بالله واقبلها الإمام الشافعي لما راح العراق عردت عليه القضاء هارون الرشيد واجب بعلمه جدا بعدما كان مقبوضا عليه في قضية وتهمة كبيرة قد تؤدي إلى الإعدام فربنا سبحانه وتعالى ألهم الإمام الشافعي دعاء قاله عند دخولي لهارون الرشيد ثم بعد ذلك حجه محجه مرن من احتئالكم المهم عظم في عين هارون الرشيد واختبره وحبر مجالس مناظرتي لسيدنا محمد بن الحسن فأوجب بعلمه إعجابا شديدا وقربه إليه هارون الرشيد وعرض عليه أنه ياخد القضاء فاعتذر الإمام الشافعي لأنه يريد أن يعود إلى مك وبعد كده مرت الأيام وعرض عليه القضاء أيضا وهو في مصر من ابن المأمون المأمون بن هارون عرض القضاء للإمام الشافعي وهو في مصر يبقى قاضي قضاء مصر لم حب أنه يعيش في مصر لأنه طلب من المأمون أنه يأخذ سهم ذي القربة لأنه من قربة النب من والي مصر يأمر والي مصر أن يعطيه من سهم من ذي القربة حتى يتيصل له المعيشة في مصر لأنه كان حب أنه يعيش آخر أيامه في مصر فأوصل المأمون لحكم مصر أنه يأتي للإمام الشافعي نصيبه من سهم ذي القربة وذهب الإمام الشافعي وعاش في مصر فلما وصل لمصر بعد أربع سنوات وهو في مرض وفاته جاءه رسول من المأمون يعينه قاضي قضاة مصر ده الإمام الشافعي أم الإمام الشافعي قال إيه؟ اللهم إن كان خيرا فيسره لي وإن كان شرا لي فاصرفه عني فمات بعدها بثلاثة أيام ودفن فشوف الإمام الشافعي بعلمه الكبير ده كان القضاء حيبقى شر اللبن فالإنسان ما يحرصت بقى يعني مهما كنت أعلم حتى يبقى في علم الإمام الشافعي فالأمور خطيرة الدنيا ومناصب الدنيا دي في منتهى الخطورة فالإنسان إذا أخذها يأخذها كعصى سيدنا موسى حقيقتها حية وفي صورتها عصى فإعلم أنها قد تلدغه وإذا لدغته لا تلدغه في بدنه بل تلدغه في دينه يمكن الحية لدغتها تيجي في البدن مش مشكلة إلا لدغت الدنيا دي تلدغك في دينك فربنا ينجينا وعنه بي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس حاء قال وحدثني علي بن حجر السعبي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حاء قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حمل بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن ابن سامرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جريد واللي حكينا عن الإمام الشافي حصل مع الإمام أبو حنيفة قبله برد مش عرض عليه القضاء يبقى قاضي قضاء الخلافة كلها في بعد كده للإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله رضي الله عنه أم قال للخليفة قال له لا أصلح فقال كيف لا تصلح قال إن كنت أصلح وأقوله لا أصلح فأكون كذاباً فلا أصلح وإن كنت صادقاً فأنا لا أصلح فأنا في الحلقين لا أصلح شوف الحجة أنت بتقول لي أنا أعينك أنا قلتلك لا أصلح كلمتي لا أصلح دي تحتمل إنها إما كذاب أو صادق فلو كذاب الكذاب لا يصلح أن يكون قضياً والصادق فهو لا يصلح فلا تعين من لا يصلح شوف الحجة فالخليفة غاضبة على الإمام أبو حنيفة لا ما وجبش بحجتي لأنه شايفه أنه يصلح أم سجنه فمرض في السجن وكان سبب وفاته ومرضه في السجن فكشوف قد يلقى إما الكبار العلماء الكبار كانوا أبعد ما يكون وأخوف ما يكونوا من سلطة الدنيا فربنا هناك جينا وعنه بي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك وقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه حرصا بفتح الرأي أكدت هي الفصيحة وإن كان لغة يجوز فيها كسر الرأي حارصا يبقى اللغة يجوز فيها الفتح والكسر والفتح أفصح لأنه جاء به القرآن ولو حرصتم فلا تميل كل الماء لن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء ولو حرصتم فجاء بالفتح فالقرآن جاء بالفتح فالفتح أفصح لكن يجوز لغة حارصا بكسر الرأي أيضا وعن أبي قال حدثنا عبيد الله ابن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال أبو بردة دمين ابن أبي موسى لشعر يعني بيروي عن أبي قال قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري من أحفاب بقى سيدنا أبو موسى الأشعري من سيدنا أبي الحسن الأشعري صاحب العقيدة المشهور ده من أحفاب سيدنا أبو موسى الأشعري والرسول كان يقول لي إيه الأشعريين مني وأنا منهم كان يقول كده الأشعريين مني وأنا منهم يجيلك الوهابية يقول لك إيه أشعريا أعوذ بالله طب تستعيز من كان منه الرسول صلى الله عليه وسلم يا جهلا قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس اسمه اسمه عبد الله بن قيس وكنية أبو موسى قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتي وقد قلصت فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن يذهب أنت يا أبا موسى أعين أبو موسى لما طلب والاثنين أريبوا اللي جايين يطلبوا مدهم ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثاه على اليمن قاضيا على اليمن فهو سيدنا معاذ ثم أتبعه معاذ بن جبل واحد في الجنوب واحد في الشمال واحد يتولى جنوب اليمن والثاني يتولى شمال اليمن والثاني كانوا قضاء فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة لما جاء سيدنا معاذ بن جبل قدم على سيدنا أبي موسى قال انزل وألقى له وسادة يعني إكراما فإكرام الضيف مطلوب وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا وقال أنه كان يهوديا أسلم ثم ارتد إلى يهودياته وسبت هذه التهمة عليه فألقى له لما تؤجل فعل الحد لأن كان زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصر قريب كانت السلطة القضائية والتنفيذية في يد القاضي ولكن في حكومات الحديثة فصلوا السلطة فجعلوا السلطة القضائية منفصل عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية فكان القاضي في يد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية الثلاث سلطات كانت في يد القضاء بمرور الزمان جاء قضاء سوق أساءوا استخدام هذه الصلاحيات قضاء السوق فعلشان ينقذوا الناس من سوق قضاء السوق ففي الحكومات الحديثة قالوا نفصل السلطات نخلي السلطة التشريعية منفصل عن السلطة القضائية منفصل عن السلطة التنفيذية حتى لا يكون هناك متحكم سيء واحد مستبد فقيمت بقى لكن كان في العصر النبوي وعصر الخلافة وعصر الأمويين والعباسيين والأتراك كانت السلطات كلها مجموعة في يد واحد واضح؟ وعلى شك كده سيدنا أبي موسى قاضي حكم بردتي فقالوا نفصل عن السلطة التنفيذية فقيمت بقى ازاي؟ فتهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله تأخير تنفيذ الأحكام ليس من سنة النبي العدنى صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت الأحكام واجبت التنفيذ لأن تأخير تنفيذ الحكم نوع من الظلم يؤدي إلى إيه؟ التشاحن والتباغض وتأخير الحقوق يبقى لابد أن تنفذ الأحكام طالما ثبتت الأحكام واجب تنفيذها بأسرع ما يقول دي سنة النبوية الشريفة التي استقرت في أزهان مين استحاب الكبار مش هكذا سيدنا موازل النجابة الأله سيدنا موسى طيب ما أجل ليه؟ ده أنا مش هنزل وأقعد على الوسادة لما تؤمد بتنفيذ الحكم دي شوفها دي واختلف بعض الفقهاء في المرتد متى يحكم بردته؟ وهل يقتل كل مرتد؟ أم هناك فرط بين الذكر والأنسة؟ خلاب بين المزايد والمزايد كويس؟ فذهب الجنهور إلى أنه لا يحكم بردته إلا بعد أن يستتاب يستتاب يعني يجلس مع علماء والعلماء يناقشونه ويلموا منه سبب ردته ويفهمونه ومدة الاستتابة اختلف فيه وهذه الاستتابة ليه واجبة ولا مستحبة؟ عند الشفائية واجبة الاستتابة واجبة على الحاكم لابد أن يستتيبوا وعند باقي المذاهب البعض قال لا يستتاب من مولد مسلما ونشأ في بلاد المسلمين لأنه يعلم الأحكام هنأشوف إيه بقى أما الذي يستتاب والذي دخل في الإسلام ثم خرج منه ويكون يعيش في بلاد غير بلاد المسلمين ففي هذه الحالة يستتاب لأنه ربما يكون عنده شبهات لكن الشفائية عندنا يستتاب مطلقا سواء كان ولد مسلما أو دخل في الإسلام ومدة الاستتابة عند الشفائية والمالكية أو عند الجنهور ثلاثة أيام يستتاب ثلاثة أيام وبعض العلماء قالوا يستتاب شهرا وشهرين وبعض العلماء قال متروك لحال المستتاب ربما قال لهم اتركوني افكر شهرا واتركوا لي هذه الكتب أقراء يعطى له المهلم إذا طلب المهلم واضح فإن استتيب وثبت الحكم أنه مرتد يقتل إن كان رجلا بالإجماع وإن كان امرأة يقتل عند الجنهور ولا يقتل عند الأحناف ولا تقتل المرأة عند الأحناف ولكن تسجن لأنه كان زمان يقوله تسترقى والوقت ما باش في رق يبقى تسجن واضح لأن المرأة لشوكة له فلا يخاف من بقائها على الكفر أما الرجل فله شوكة له قوة فممكن إذا كفر وأطلقنا صراحه يأتي مع أعداء المسلمين يقتل المسلمين واضح دي خلاصة الأحكام فيما تعلقها بموضوع الرد باختصار وإن كان الموضوع قابل للمناقشة قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله يبقى قضاء الله ورسوله إيه؟ أن يقتل المرتب إذا ثبتت ردته وأن يقام الحد بمجرد سدور الحكمة هذه قضاء الله ورسوله قال أجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاثة مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر القيامة من الليل وعندين بعد كده بقى أعدوا يتنقشوا مع بعض أنت تعمل إيه في الورد بتاعك وفي صلواتك هل القضاء أخذ جزء من عبادتك ولا تأثرت عبادتك بسبب الوظيفة وبسبب الأعمال يعني إيه؟ لا دليل أنك التناصح أنك تعرف أحوال أخيك وأحوال مع ربه وعمله فيما الله القل بسبب منصب الدنيا ولا الدنيا كانوا يحططون ولا تؤثر على علاقة بربهم أشكد أعب يتنقش ثم تذاكر القيامة من الليل فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي يعني إيه؟ يعني طالما الإنسان نايم على نية العبادة يأخذ في نومته ثواب قومته وسيدنا أبي موسى قال له أما أنا فأتخوله يعني كل ما أفضل شوي أعر شوي قل لي شوي أفضل شوي أعر يعني مأسمه على طول اليوم وليل ورد القرآن يعني أما سيدنا معاذ قال له لا أما أنا فأنام وأقوم وما بعملش ورد إلا بالليل فإبقى كل واحد له نظام يعني لا بأس بهذا ولا بأس بهذا كلنا لحسب ظروفه يعني باب كراهة الإمارة بغير ضرورة وعنه لي قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي شعيب ابن الليث قال حدثني الليث ابن سعد قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب سيدنا شعيب ابن الليث ده مدفون جنب سيدنا الليث ابن سعد هنا جنب أبي لما تروح تزور سيدنا الليث ابن سعد ابن شعيب مدفون جنب وهو راوي مذهبه وكان أيضا من نواة الحديث كويس سيدنا شعيب مدفون جنب سيدنا الليث هنا زورته سيدنا الليث ابن سعد لازم تزوره قبل ما ترجعوا بلاك ها وتخش كده قدام شوية وتحود كده تليس ابن حجر العسقلاني وبعين الدقيق العيد ولو حودت الناحية التانية تتلقى الإمام الشافي لازم تلفوا على حدثي فعبد الملك ده حفيد مين حفيد سيدنا الليث عبد الملك ابن شعيب ابن الليث بيروي عن أبيه اللي هو شعيب ابن الليث شعيب بيروي عن أبيه يبقى ده إسناد كله قريبة الحفيد عن الأرض وعن الجد تهمت بقى قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي شعيب ابن الليث قال حدثني الليث ابن سعد قال حدثني يزير ابن أبي حبيب المصري ده إسناد كله مصريين وابن اقراف مصر عن بكر ابن عمر بن الحارث ابن يزيد الحضران لما كانوا علماء الحديث يتطوفوا البلاد وياخدوا اجمعوا عن ابن حجيرة الاكبر عن ابي ذرن رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الا تستعملني قال فضرب بيدي على منكبي ثم قال يعني حطي يده كده على منكبي يعني يا ابا يا ابا ذرن انك رجل ضعيف لانه كان رقيق الطبع وكان ليست له ادارة في المال لكن هو كان قوي في الدين لكنه كان رقيق الطبع وليست له ادارة حسنة في المال اي مال يمضى عنده يتصدق ويعلطه واللي حيدير امر المسلمين لابد انه يكون له ادارة في الاقتصاد بقيم تزاهش اشكدها قال له انك رجل ضعيف يعني في ادارة المال مش في الدين ضعيف في إدارة المال كان سيدنا أبي غريرة أي حاجة تفيد عنده تصدق بيه على طول وكان يعمل مشاكل مع الصحابة اللي هم بيطلعوا زك يقول لهم إزاي أنتوا أصلا تشيلوا مال لما يوعد عندكوا سنة عشان تطلعوا علي زك إزاي دا دا أنت ما شلوش بعد العشاء طالما دا تصليت العشاء وعندي زيادة أطلع أو يبول كان جوية تنظروا كده في المال لا يحبوا إيه وكان إيه اعتبر إلا أنه كان يشوف النبي كده سرسان لا يرد سائل فكان إيه يخرج فيبقى ضعف سيدنا أبي زر لم يكن في دينه ولا في فقهه بل كان في إدارته للمال وكذلك لرقة طبعه والأمير لابد أن يكون عنده نوع من الحزم حتى يهبوا الناس أما يكون إنسان رقيق الطبع شوية كده الناس تطمع فيه ويكون طيب كده وحنين تطمع فيه فلابد أن يكون له هيبة عند الناس قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيدي على منكبي ثم قال يا أبا بر إنك ضعيف وإنها أمانة ضعيف يعني رقيق الطبع فالناس قد تطمع فيك إذا تأولنا الإمارة فلا يحترم أوامرك لتواضعك وشفاقتك على الناس فيضمعوا فيك وأيضا لا تحسن إدارة المال لأنك تحب أن تنفقه ولا تحب أن تمسكه وولي الأمر لابد أن يكون له عنده إدارة للمال ينفق للموجود ويدخر للمولود إدارة للمال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وعنه بيقال وده يدلك على أن النبي ناصح أمين لأمته هو بيحب أبي زر عشان بيحب أبي زر لم يكلفه حاجة لا تناسب طبعه هو طبعه ما ينسبوش أنه هو يبقى يتعمر على الناس ويتصلف عليهم هو رجل يبقى رقيق الطبع كده هذا ما على بسه وأيضا لا يحسن إدارة المال لأنه يحب أن ينفق 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 صحيح في طرق الخير لكن هذه الطريقة إن كانت في ولي الأمر قد تؤدي إلى تبديد السروة فالمولود يأتي ولا يجد ما يأكل في امتبع المسألة وعنه بيقال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المكرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القراشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسوله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أرك بعيثا يعني رقيقة طمع وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن لا تأمرن على اثنين ولا تولين ولا تولين مال يتيم حيضيع مال اليتيم طب سعيدنا أبي ذر حيتولى مال اليتيم المفروض أنك أنت تستثمر مال اليتيم وسعيدنا أبي ذر عقليته وقلبه ليس لاستثمار المال بل نفقت المال والصدقة به فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أوصيك ما تتولاش أمر اثنين عشان ما يبقاش في حقوق تتعلق برقبتك يوم القيام ولا تتولى مال اليتيم مخافة أن تنفق ماله ولا تستثمره فيضيع مال اليتيم دون أن تشعر باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم غدا إن شاء الله لأنه باب طويل نقرأه غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يسر أمرنا استرعيبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا واتفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن وبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وما أقمتنا فيه يا رب العالمين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حينا وتقبل ذلك منا وأقبلنا إليك على أكمل حال من الإيمان والإسلام والإحسان يا رب العالمين وألحقنا بنبينا على أكمل حال يا رب العالمين وشفعه فينا واحفظنا في أنفسنا وفي ذريتنا من بعدنا إلى يوم الدين يا رب العالمين حتى نلقاك وانترد عننا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيِّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ على سيدنا محمد عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِينُ مِيُّ وَعَلَى آلِي وَسَلِّمُ اللهم صَلِّ على سيدنا محمد عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِينُ مِيّ وَعَلَى آلِي وَسَلِّمُ اللهم صَلِّ على سيدنا محمد عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِينُ مِيّ وَعَلَى آلِي وَسَلِّمُ